سيموسوي أجلوي تعلق بالجنوب الإنساني كذلك هناك شيق سياسي أن الأمين العام يؤكد على قيادة البويزاريو أن تستقبل المبعوث في مدينة العيون أن تستقبله في الرابوني في تندوف وليس ما تسميه بالمناطق المحررة أي شرق الجدار أيضا يؤكده كذلك على الضوء الإيجابي فيما يخص تنمية الأقاليم الجنوبية الدينامية الجديدة ولكنه يطالب من الأطراف وليس طرفين من الأطراف جميعها أن تؤكدها أو أن تبرز حسن نيتها لإيجاد حل لهذا النزاع فهو تقرير لا يخرج عن طاق منطق تقارير سابقة لأن القضية مرتبطة الآن ببداية جديدة هذه البداية الجيدة فقط تؤكد على المرجعيات التي جاءت في تقرير الأمين العام أكيد كذلك أن التقرير فيه ثلاث أطراف الثلاث أجزاء الجزء الأول متعلق بالمينورسون التقارير التي تكتبها المينورسون الجزء الثاني متعلق بتقارير المبعوط الخاص لكولير وأهم في التقرير هي التوصيات والملاحظات التي تخدم هذا التقرير نعم هناك في التقرير عبارة يتكلم عن تقرير المصير كيف التفسيرات التي يمكن المغرب يعطيها في هذا الموضوع تقرير المصير المغرب هو أول من طالب بتقرير المصير في ستينيات هذه وطائق الأمم المتحدة لا أحد يريد أن يكذبها لأن المنطقة كانت مستعمرة من لدن الإسبان والمغرب كانوا يطالبوا بتقرير المصير وكانت كل دول تساعد المغرب بما فيها الدول التقدمية ومن هنا جاء مؤتمر ضربضة في يناير 1961 تقرير المصير لا يعني الاستقلال تقرير المصير هو مرتبط بقرار الجمعية العمومية في دجمبر 1960 وورق قرار رقم 1514 الذي يؤكد على ثلاث اختيارات من ضمن تقرير المصير لكن هناك نقطة سادسة في تقرير المصير الذي ربما البعض يطبل له كثيرا أو يفسره خاطئا هذه النقطة السادسة تقول في حالي أن يمس أو تمس الوضعية الأمنية والاستقرار الأمني المتقى فإنها تقرير المصير لا يمكنه الأخذ به أو الاعتبار له إذن الحكومة الذاتية ينطبقها في هذه الحالة طبيعة الحال هو جزء يعني هناك ثلاث اختيارات إما الاستقلال أو الحكم الداتي أو أنه فقط اندماج الكل إذن ثلاث اختيارات فالختيار أو الحكم الداتي مشطر الحكم الداتي هو إحدى الأجوبة التي يطرحها قرار الجمعية العامة الذي يعود إلى دجمبر 1960 إذن الخلاصة عن كيف ستكون توصية المجلس الأمن قرار المجلس الأمن المقبل لن يحيد عن سابقه يجب كذلك أن الأمريكان والمتحدة التي تكتب القرار الآن نحن نحدد هناك زيارة للرقم الثالث في وزارة الخارجية الأمريكية هو ديفيد هيل الذي يزور المغرب في إطار نقاش تنائي وليس جماعي فبالتالي هناك علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية نتمنى أن يكون تقرير المجلس الأمن في نفس السياق الذي جرت فيه التقرير أو القرارات الأخيرة